جمحة تخبركم شو معنات العشار ومين العشار اللي مشوا عطير بالكتاب المقدس بالمجيل مشهورين العشرين عايام اليهود العشار كلمته وقسمته جاي من العشر هو اللي كان يعشر للناس يعني ياخدوا منهم العشر تحت يضفوه لصندوق الطرائد من الناس وهول العشرين كانوا متهمين من الشعب اليهودي انهم عملاء بالاحتلال الروماني والاحتلال الروماني بوقتها كان هو اللي ينقل الناس يكونوا من الأغنية حتى يجبونهم لمولن الضرائب اللي هي تسمى العشر ويحطوها بخزينة الدولة الرومانية انما شو كان يعمنوا العشرين كان لأنه كانوا أغنية كانوا قد ما زادوا ضرائب على الناس قد ما حتى يكسبوا هنه وزيدوا مصاري لقالهم قد ما زادوا ضرائب قد ما زادوا مكسبهم ممكن ان العشرار كان يبطلع بالانسان يقول له انت عندك مية يكون الانسان ما عنده إلا خمسين فيضطر انه يأخذ منه على أساس المية بينما هو ما بيملك إلا الخمسين وشفنا ان احنا كمان رب يسوع تعطيه معهم لما قال للناس مش كده العشرين مش مناح مش كده العشرين عملاء نبحث بألبهم جوا وأعطى مثل مثل كتير حلو بنعرف احنا الخريص والعشار لما العشار دق على صدره وقال ربي أنا الخاطئ سمحني كان عارف حاله عب يأخذ من أخوته وكلنا بنعرف ان احنا وصغار قصة تزكى العشار المشهورة كتير واللي رب فاد على بيته متعشى وتاب زكى ويعتبر زكى كان مسؤول العشرين دي كل منطقة في عشرين وما مننسى ابدا من تلميذ يسوع كمان كان في عشار كان في واحد عشار اللي هو مفتر واللي صار من تلميذه واللي صالحه كمان هو وابو طلس اللي كان ما يحبه لأنه يخد منه ضرائب يعني كان عميل الرومان كان لم العشر من العالم كان ظالم انما رب يسوع المسيح اجا وقال مش كل الناس اللي منعرفهم ظالمين بيكونوا ظالمين في ناس كتير منبان اللي منقول عنهم ظالمين هني كتير مناح واجا يردنا يسوع المسيح وعطى فكرة جديدة عن العشار خليني يتوبوا زكى ومتة وآخرين تبعوه وصاروا من تلميذوا رب يسوع معكم وينعاد عليكم وكل سوم انتو خير شكراً ل 여러분들 شكراً لكم شكراً لكم оровgate adora